كوكا هي وقت فرحة ووقت سعادة لكن انا على المستوى الشخصي بقول لربنا ارحم الحج نبيل انا عارف تعب قد ايه واكتر حد سعيد باللحظة ديت هو الحج نبيل ربنا ارحمه ماسك نفسي بقسم مبروك لجمهوري النادي الاهلي ومبروك للعباء الرجالة ومبروك لمجلس الادارة بطولة تعب دفع جدا مصراحة من بدايتها لحد النهاردة كلمنا في ملعبنا وفي وسط جمهورنا بمكسب مهم من خلصنا الماش من اول خمس دقايق مبروك للحمد لله دي البطولة الثالثالية african ان شاء الله المزيد الجاية يعني بإذن الله كوكا ثقة مستر كولر في كوكا وحبه لكوكا واحد من العباء اللي بيصق فيها ومش سهل ان الله بياخد ثقة المدير الفني في الواحد في الاخر الواحد بيحاول يعمل اللي عليه مش انا بس كلنا فالواحد بيحاول يجتاهد لحد اكيد بتحاول تاخد ثقة المدير الفني لان دي دي شباة ام حاجة عشان تقدر تكون موجود فالحمد الله الواحد دي حاول يعمل عليه عشان يكون موجود ومبروك الرجالة النهاردة أمو بالواجب يعني الحمد لله البطولة دي تهديها لمن؟ وتقولي له الجمهور العظيمي النهارد البطولة دي طبعا بهديها الوالدي أنا جيت قبل المعسكر بيوم روحت وعدت بيها السلاء الكابتان وده وعدت بيها إن شاء الله بكرة روح له كمان بالدهب أبو ليلة طبعا غاب عن النهائي لكن موجود معنا دايما يعني هو موجود في كل النهائي بيسيب لنا بصمة بالأمر دي مبروك لأبو ليلة كنا مفتقدينه بس الحمد لله يعني قدرنا ما يشفعل إن شاء الله يكون موجود في اللي جاي الواحد بيتعلم منه لعيب كبير دايما في الحاجات الأدوار النهائية دي بيسيب بصمة فلعيب كبير والواحد بيتعلم منه وربنا يكرمه إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله شكرا تفيدا